وأخيرا سمير جعجع مدى عليه مدى عليه بالمجزرة اللي كادت تتسبب بحرب أهلية شو عدا ما بدى قبل كم شهر كان القضاء العسكري طالب الاستماع لشهادة رئيس حزب القوات اللبنانية بصفة شاهد واليوم فجأة صار مدى عليه شو اللي تغير مع انه كان يفترض القضاء العسكري يتحرك وقت اللي ما عبره جعجع ورفض يحضر كشاهد وقال لهم بنزل بس ينزل السيد حسن نصر الله حط حالهم وقبيل السيد حسن وما جاء بسيرة الرئيس نبيه بره مع انه عدد كبير من المشاركين هني من مناصري حركة أمل شو اللي صار لحتى احرج القضاء العسكري واضطر انه يدعي على زعيم حزب القوات اللبنانية بمجزرة الطيوني اللي سقط فيها سبع ضحايا موضوع الادعاء اكد حصوله ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية فادي عائية وقال انه الادعاء صار من يومان وخبر الاعلام انه الادعاء على جعجع اجا بعد توفر معطيات جديدة شو هي هالمعطيات اللي تكشفت فجأة قال شو في مقابلة منشورة على يوتيوب حكي فيها رئيس نمور الأحرار السابق جورج أعرج وقال فيها الحق على جماعتنا قصده جماعة عين الرماني عن مشكلة طيوني وقال انه اجا لعنده مسؤول القوات اللبنانية المسؤول عن الحرس عند الدكتور جعجع قبل بليلة من الجريمة ليطلب مساندة الأحرار واذا في موني على جماعة الطيار انه كلنا نكون سوا بالمعركة وقال له لأعرج مسؤول القوات ما حرفيته بكرة مش نضيف بكم الأعرج عم يحكي بيقول انه كلهم بشرانية اجوا من بشرة هلأ فجأة انتبه القضاء العسكري لسر يكشف كأنه سر من أسرار الأمن القومي بهيدا البلد السر اللي قاله رئيس نمور الأحرار هو ذاته موثق بتحقيقات مخابرات الجيش بالحرف ومحاضر التحقيقات اللي نشرت بجريدة الأخبار بتوثق الشي بس القضاء وقته عمل حاله ميد سواء مفوض الحكومة أو قاضي التحقيق العسكري ويوم دير الإعلامي بالقوات اللبنانية قالت انه المقال لا يمت إلى الحقيقة بصلة مع انه مضمون المنشور يكاد يكون نقل شبه حرفي للمحاضر ولا إفادات الموقوفين المعززة بتحليل لدات الاتصالات والحركة الجغرافية وقته لتضيع الحقيقة قالت القوات انه رح تدعي على الجريدة بجرم التزوير ورح تدعي علي بالافتراء الجنائي المهم اليوم هالحلقة هي لأن عاش الذاكرة بس تحقيقات اللي عملتها مخابرات الجيش توصلت لأنه الأمان العام للقوات اللبنانية أعلنت الاستنفار العسكري بأحياء عين الرماني بالليلة السابقة لو وقوع المجزرة وأنه اجتماعات عقدت لعشرات العناصر بحضور المسؤول العسكري بعين الرماني اللي هو بالقوات اللبنانية وأظهرت التحقيقات نقل أسلحة حربية وانتقال مجموعات مسلحة من معراب على رأس مسؤول الأمن بمعراب سيمون مسلم هيدا الزلم اللي لهلأ بعضه ما تسلم والأمن سواء مخابرات الجيش أو فرع المعلومات أو أي جهاز أمني ما داهم لتوقيفه إجا هيدا الشخص للاستطلاع على رأس مجموعة بأحياء وشوارع عين الرماني وللإشراف على المواجهة اللي صارت باليوم الثاني تحقيقات استخبارات الجيش أثبتت كمان أنه مجموعة مسلحة من القوات اللبنانية استنفرت بالشوارع الداخلية لعين الرماني من الليلة السابقة للتظاهرة وتمركزت بالنقطة اللي حصل فيها الاشتباك الأول وملف التحقيقات المذكور مألف من نحو 100 صفحة ومرفق بفيديو بيظهر بداية الإشكال اللي صار بـ 14 تشرين الأول يوم اللي دعت حركة أمل وحزب الله لتظاهرة بمحيط أسر العدل للتنديد باستنسابية المحقق العدلي بانفجار مرفق بيروت طارق البطار عقيقي يوم أحال المحضر الإلحائي لملف الطيوني لختمة مدرية المخابرات بعد ما رفض رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع المثول أمامه أحاله لقاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان وطلب منه لصوان الاستماع لجعجع بصفة شاهد ولكن جعجع ما إجا أبلغ جعجع لسقا وهون لم يعرف سبب التبليغ بهذه الطريقة أصلا مع أنه معروف مكان الإقامة ولم يسبق أن طلب إبلاغه ورفض أنه يتبلغ ولكن أبلغ جعجع لسقا ولم يحضر ورغم ذلك لم يتخذ القضاء أي إجراء بحقه ومر رفض رئيس القوات للمثول أمام القضاء بجريمة هزة السلم الأهلي مر مرور الكرام صحيح يوما أنه موري صد ضغوط من بكركة لصرف النظر عن سماع جعجع ولكن أصلا جعجع لم يكن ليكترث وقت اللي يكون القضاء لصالحه بيدعي لإحترام القضاء ووقت اللي يكون عليه بيصير خارج عن الأنون اليوم صار جعجع مدة عليه مدة عليه بالحرفة اللي بيتقنها جيدا تورط بجريمة لزعزعة السلم الأهلي وإحداث فتنة طائفية هلأ تشد زنودة هالقيادي وهالقضاء لنشوف إذا كان القضاء والقصاص يطبق على الجميع مش بس على الضعفاء والمساكين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر